قال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر والنجوم كما قال قتاد وغيره من أهل العلم النجوم جعلها الله تبارك وتعالى لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر وجعلها رجوماً للشياطين وجعلها زينةً للسماء وزيّلنا السماء الدنيا بمصابيح وقال وجعلناها رجوماً للشياطين وهنا يقول لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر فمن خلال هذه النجوم التي جعلها الله تبارك وتعالى في السماء يهتدي الناس يعرفون طريقهم كيف يسيرون وكيف يصلون إلى مرادهم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها أما من يستخدم النجوم لكي يصل من خلالها إلى التنجيم وإذا سمي التنجيم نسبة إلى النجوم فينظر إلى النجوم يقول ومن خلال نظرتي إلى النجوم سيحصل كذا ويحصل كذا ويموت فلان ويحيا فلان التنجيم هذا كفر هذا كفر بالله تبارك وتعالى التنجيم وهو الدعاء علم الغيب هذا من الكفر بالله جل في علاه لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر يستفيد منها أي من هذه النجوم أهل البر ويستفيد من هذه النجوم أيضا أهل البحر حتى يصلوا إلى مرادهم